لو مش أنا فعلا اللي هتكلم مين اللي هتكلم؟ لو مش أنا بنت هشوف مصر تعرفت للتحرش مش هتكلم أعمل مين اللي هتكلم؟ قال لها تعالي أفراجك شائتي وعمل اللي عمله ميان السيد دايما بتصير الجدل بتصريحاتها وبصورها وبكل اللي بتعمله وبصراحة ولا مرة فشلت في إنها تتصدر تراند واتخلي الناس طول الوقت يتكلموا عليها بس المرة دي هي مش طلعة تصير الجدل دي طلعة تحكي واحدة من أصعب التجارب اللي مرت بيها في حياتها وهي التحرش ومش مرة واحدة ده مرتين وقال التفاصيل كل وقع فيهم ميان من الفنانات الشابات اللي دايما بتلاقيها بتشارك في مبادرات توعوية وإنسانية كتير بس فجأة طلعت على جماهرها ومتابعيها بفيديو وبين عليها إنها منهارة طلعة في الفيديو بتعيط وبتحكي إنها من حوالي 6 سنين أو أكتر شوية اتعرضت لحاجة غريبة جدا في زميل لها حاول إنه يعمل حاجات مش كويسة معها غصبة عنها وهي غضبت وحاولت تمنعه بس وقتها ما تكلمتش لإنها كانت صغيرة ومش حاسة ولا فهمة إن دا تحرش بيها وبعدها بفترة وصيرة في ممثل شاب تاني يزميلها من الوسط الفني وكانت بتاخد معي ورش التمثيل الشخص دا كان بيعمل معها حاجات هي فهمت في الآخر إنها تحرش بس وقتها برضو ما تكلمتش وفضلت سكتها وبعدت عنه بعد ما قالها تعالي أفراجي شائتي وهو بيقرب منها بشكل مش طبيعي ميان طبعا ما قالتش اسم الممثل بس جمهور سوشال ميديا خام من وقتها وقال إن الشخص اللي ميان بتتكلم عنه هو الفنان شادي خلاف لإنه الفناني الشاب الوحيد اللي بيدي ورش تمثيل واسمه مرتبط بقضايا التحرش ومحاولاتها تكل عرض سبعة من المتدربات معاه في الورشة وتوجه له اتهام واضح وصريح بالكلام دا إنه كان بيعمل كده في استوديو خاص بيملكه بس دي كانت كلها مجرد تخمينات وميان لا طلعت تنفي ولا تثبت وثابت الجمهور لدماغه بس طبعا الفيديو خد عدد كبير منه تابعي ميان وجمهورها لإنهم متعودين على دحكتها وهزرها وشقوتها وخفت دمها ويمكن دي كانت أول مرة يشوفوها بتكلم بالشكل والحالة دي بس ميان ما كانتش طلعة في الفيديو تعيط عشان تكسب تعاطف الجمهور دي كانت طلعت وعي أي بنت إنها ما تسقطش على حقها وما تعملش زيها لأ دي لازم تبقى جريئة وتعرف تدافع عن نفسها وتاخد حقها مهما حصل وبتوعيتهم إنها تقف جنب أي وحدة يحصل معاها أي حاجة مشابهة وده مش الموقف الوحيد اللي ما يان كانت بتصير فيه الجدل من زمان كانت أستاذة في الموضوع ده ويمكن أشارهم لما طلعت مع رامي ردوان على قناة دي أمسي وقالت في الحلقة إنها كانت بتفكر في الاعتزال وقالت كنت هعتزل التمثيل وكل حاجة مش بس سوشل ميديا وده لإن كان في فيديو أنا نزلته بأهزر مع صحابي وإحنا مسافرين مع بعض وكنت بقول فيه مايام مايونة وأميرة أمورة وكان فيه ناس كانت بتشتم بأسوأ الألفاظ على الفيديو وده خلاني أزعل جدا وتعبني جدا وكملت بعضها تمثيل وما اعتزلتش فيطر الجمهور شايف مايان السيد أزة سير الجدل ولا بتتعامل بعفوية اشتركوا في القناة